اشتركوا في القناة طبعا يا شباب الحصة اللي طافت تكلمنا عن الوحدة الأولى الخصائص الطبيعية والبشرية لمطقة الخليج العربية اليوم يا شباب رح نستكمل هذه الوحدة بس رح نتكلم عن بعض المحاور اللي تخص هذه الوحدة الخصائص الطبيعية لمطقة الخليج العربية تكلمنا عن الموقع يا شباب تعرفنا على موقع منطقة الخليج العربي اليوم يا شباب رح نتكلم عن مظاهر السطح في منطقة الخليج العربي شباب ما المقصود في مظاهر السطح تعريف مظاهر السطح أو تعريف التضاريس بشكل عام يعني على السريع حاول أنك تقرأها من الكتاب نفتح الكتاب يا شباب صفحة 23 المقصود في مظاهر السطح يا شباب مثل ما أنتم شايفين هي أشكال سطح الأرض مثل الجبال والهضاب والسهول والتلال إلى آخره لو تلاحظون يا شباب الصورة اللي أمامكم هذه صورة لبعض التضاريس الموجودة في منطقة الخليج العربية لو تلاحظ يا عزيز الطالب أن الأرض ليست مستوية يعني الأرض مسارسيدة فيها مرتفعات فيها منخفضات فيها تلال فيها جبال ورح نتعرف على هذه التلال معناه يعني التلال والجبال والوديان وإلى آخره طبعا شباب ها نحط لكم مجموعة من الأنشطة رح نتعرف على هذه المسميات على سبيل المثال نحط لكم نشاط رقم واحد استعن بهامش الكتاب صفحة 23 لو تشوفون الكتاب المدرسة صفحة 23 أسفل الكتاب في عندي هامش تحت مكتوب الأحمر تعريف الجبل وتعريف الهضابة وتعريف السهول شباب ما المقصود في الجبل؟ الجبل هو كل مرتفع لا يقل ارتفاعه عن ألف متر هو كل مرتفع لا يقل ارتفاعه عن ألف متر هذا نسميحنا جبل طيب ما المقصود في الهضابة؟ الهضابة هي أرض مرتفعة سطحها مستوي وتمتد مساحات كبيرة أرض مرتفعة سطحها مستوي وتمتد إلى مساحات كبيرة أو كبيرة جدا طيب السهول أو السهل مفردها السهل هي أجزاء فسيحة من سطح الأرض تتميز باستواءها وقلة ارتفاعها طيب هنا يا شباب راح نوصل مع بعض كل مرتفع لا يقل عن ألف متر هو الجبل أرض مرتفعة سطحها مستوية هذه تسمى الهضابة أرض فسيحة مستوية مستوية السطح هذه تسمى السهول تسمى السهول طيب نشاط رغم اثنين يا شباب يقولك استخرج من الخريطة الأشكال أو خريطة الأشكال التضاريسية التالية شباب افتح الكتاب صبح 23 وانتبهوا معي على الخريطة الموجودة عندكم في الكتاب تقريبا الخريطة مشابهة مثل الخريطة اللي حاطة لكم على الشاشة هذه خريطة شبه الجزيرة العربية هذه خريطة شبه الجزيرة العربية فيها دول الخليج مثل ما انتم شايفين لكن الخريطة هذه تميزها عدة ألوان مثل أخضر الغامج والفاتح واللون الأصفر واللون البني الفاتح واللون البني الغامج هذه الألوان تدل على بعض التضاريس الموجودة في منطقة الخليج العربي يعني على سبيل المثال اللون البني هذا دليل على وجود الجبال الأرض المرتفعة قلنا فوق الألف متر اللون الأصفر على سبيل المثال هذه هضاب أرض مرتفعة سطحها مستوي تمتد مساحات كبيرة مثل هذا بطنج مثل النفوذ كذلك يا شباب عندنا اللون الأخضر وهذه تدل على السهول الأرض المنبسطة الأرض المنخفضة تمتد مساحات كبيرة بعكس الهضاب إذن يا شباب لاحظوا الخريطة اللي أمامكم ما شيء يا شباب مثل ما أنتم شايفين فيها عدة ألوان كل نون له دلالة طيب أنا حاطلك نشاط رغم اثنين وحاطلك مرتفعات هضاب سهول من خلال الخريطة رح نستخرج بس قبل الله نستخرج بس أبيك تفهم أن مظاهر السطح تعني التضاريس مثل ما قلت لك مثل الجبال وهضاب السهول كذلك لو تلاحظ الخريطة اللي أمامك هي واضح أن منطقة الخليج العربي من جهة الشرق منبسطة من جهة الخليج العربي شوف من جهة مسطح الماء الخليج العربي وكلما اتجهنا غربا كلما ارتفعت مني لما نوصل إلى مناطق الجبلية طبعا يا شباب الأرض مرتفعة كلما اتجهنا غربا حتى تصل ذروة ارتفاع على جبال العسير والحجاز طيب خلونا شباب نطلع بعض المرتفعات اللي موجودة عندنا في منطرة الخليج العربي يعني واضح المرتفعات اللي لونها بني مثل جبل الأخضر مثل جبال آجة وسلمة في شمال المملكة العربية السعودية مثل سلسلة جبال الحجاز لو تلاحظون مثل جبال اللي موجودة في شمال المملكة العربية السعودية جبال الحجاز الوسطى إذا أنتم شايفين هاي شباب هذي كلها جبال طيب راح نقول جبل أخضر لو تلاحظون جبل أخضر فيه عمان وجبال الحجاز موجودة في المملكة العربية السعودية من جهة البحر الأحمر طيب الهضاب مثل هذا بتنجد لو تلاحظون هضبة نجد من أكبر الهضاب الموجودة في منطقة الخليج العربي وتقع في وسط المملكة العربية السعودية السهول مثل سهل تهامة اللونة أخضر هذا بالضبط حاطلكم عليه أحمر خط أحمر شوفوا دائرة حمرة مقابل البحر الأحمر أو مثلا سهل الدهناء أو مثلا سهل الأحساء اللي موجود في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج هذي كلها سهول طيب رح نتكلم يا شباب عن المناخ رح نتكلم عن المناخ في منطقة الخليج العربية قبل كل شي شباب ما المقصود في المناخ الصف الرابع أخذناه الصف الخامس بعد أخذناه المفهوم هو مفهوم سهل هو حالة الجو لفترة زمنية طويلة إذن يا شباب المقصود في المناخ هو حالة الجو لفترة زمنية طويلة أو حالة الجو في مكان ما خلال فترة زمنية طويلة هذا المقصود في المناخ طيب يتصف مناخ منطقة الخليج العربي بأنه صحراوي قاري وهذا السؤال مهم جدا يا شباب ممكن يجيك بالامتحان أكمل الفراق يقول لك أكمل الفرق يتصف مناخ منطقة الخليج العربي بأنه رح تقول صحراوي قاري صج منطقة الخليج العربية لو تلاحظوا الكويت على رأسها منطقة صحراوية إذن يا شباب مناخنا ليس استوائي يعني مو مثل مثلا غابات أفريقيا أو مثلا مناخنا بارد مثل أوروبا مثلا أو مثلا مناخنا معتدل مثل بلاد الشام لا إحنا في الكويت في دول الخليج أغلب مناخنا يكون مناخ صحراوي قاري صحراوي قاري طبعا ترتفع فيه درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة خلونا نتعرف على عناصر المناخ عناصر المناخ أول عنصر يا شباب هو الحرارة ترتفع درجات الحرارة في إقليم المناخ الصحراوي بشبه الجزيرة العربية إلى أكثر من أربعين درجة في الصيف بالفعل درجات الحرارة وتلاحظون في منطقة الخليج العربية ودولة الكويت بالتحديد تصل بالصيف إلى أكثر من أربعين درجة وأحيانا تصل إلى خمسة وخمسين وأكثر وتنخفض في فصل الشتاء إلى أقل من أربع درجات إلى أقل من أربع درجات وأحيانا تصل إلى الصفر لأنه معروف أن المناخ الصحراوي بارد في الشتاء وحار في الصيف طبعا يا شباب يمتد فصل الصيف في دول الخليج العربية معظم شهور السنة يعني دايما الصيف عندنا طويل في السنة يعني ممكن يبلش الصيف من شهر أربع وينتهي في شهر تسعة أو شهر عشرة أما الشتاء ممكن يبلش من شهر مثلا 11 أو نهاية 11 وينتهي في شهر واحد أو نهاية واحد لو تلاحظون أن الصيف طويل جدا والشتاء قصير جدا كذلك يا شباب الصيف عندنا حار وجاف حار وجاف تمام؟ وأحيانا يكون رطب في المناطق الساحلية أما في فصل الشتاء فحنا قلنا فصل الشتاء قصير جدا ويمتاز بالدفع حتى شتاء يعني مبارد حيل أحيانا في فترة الظهر يكون جو دافي طيب ثاني عنصر من عناصر المناخ هو الرياح طبعا يا شباب تهب على منطقة الخليج العربية ثلاث أنواع من الرياح خلونا نتعرف على أنواع الرياح التي تهب على منطقة الخليج العربية أبرزها الرياح الشمالية يسمونها الرياح الدائمة تمام؟ الرياح الشمالية ثاني واحدة يا شباب من أنواع الرياح التي تهب على منطقة الخليج العربية هي الرياح الجنوبية الشرقية يسمونها الكوس لاحظة يا شباب الرياح الجنوبية الشرقية تسمى الكوس آخر رياح يا شباب وهي العواصف والزوابع العواصف الترابية والزوابع عندنا يا شباب تهب على شبه الجزيرة العربية ثلاث أنواع من الرياح الرياح الشمالية اللي مثل ما انتم شايفين نازلة من فوق من شمال شبه الجزيرة العربية وكذلك الرياح الجنوبية الشرقية من جهة عمان لو تلاحظون وعندنا الزوابع والعواصف الترابية ثالث عنصر من عناصر المناخ الشباب الأمطار وندري أن الأمطار قليلة جدا في منطقة شبه الجزيرة العربية خصوصا تسقط علينا الأمطار في مثلا فصل الشتاء وحتى في فصل الشتاء تكون قليلا نسبيا أما في فصل الصيف يعني تكون شبه منعدمة ما عدا المناطق الجبلية مثل الجبل الأخضر في عمان وكذلك جبال عسير والحجاز لاحظوا يا شباب في فصل الشتاء تسقط الأمطار بشكل يعني شبه قليل أو غير منتظم على الكويت والخليط في فصل الشتاء طبعا أما في فصل الصيف ما تسقط الأمطار لأن الجو حار لكن هناك منطقتان تسقط عليهم الأمطار ألاهم الجبل الأخضر في عمان والجبل عسير والحجاز في المملكة العربية السعودية لماذا؟ حاطلك سؤال أن علل تسقط الأمطار صيفا على عمان وعسير لأنهم مناطق جبلية مثل ما تشايف بالصورة لأن تلك مناطق جبلية طبعا يا شباب انتهت حصتنا اليوم نشوفكم إن شاء الله وبإذن الله الحصة القادمة بإذن الله وعسى الله يوفقكم وشد حيلكم وأبيكم يعني من خلال هالفيديو القصير يعني تركزون على أهم النقاط التي تكلمت عليها يا شباب اللي هي المفاهيم وحيانا أحط لكم أسئلة علل وعسى الله يوفقكم إن شاء الله بالتوفيق دائما وإبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر